تأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على صهره شخصياً لتحسين مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية لقي ردوداً إيجابية من طرف الشركاء الاجتماعيين في ظل ترقب معرفة فحو القانون الجديد أعلى قيادة البلاد تهتم بالتربية وهذا فخر واعتزاز لنا ومكسب لعمال وعاملات التربية إعلان الرئيس الجمهورية على التزامه الشخصي بقانون أساسي عادل في حق منتسبية المنظومة التربوية حسب النقابات تعتبر ترجمة لوعود الرئيس خلال عهدته الرئاسية حرص الرئيس على النهوذ بقطاع التربية والأستاذ تنمو عن وعي ومكانة القطاع للنهوذ بالدولة الجزائرية وأيضاً من أجل المصدقية على المدرسة يرجاع المصدقية للأستاذ ومن ثم المصدقية للمدرسة تدخل رئيس الجمهورية الشخصي والمرافعة من أجل قانون أساسي ونظام تعويضي منصف ينبئ بقانون يلبي تطلعات منتسب قطاع التربية وحسم جدل استمر لعدة سنوات ترجمة نانسي قنقر